اشتركوا في القناة نواصل حديث حول مساق الثقافة الإسلامية ومع محاضرة جديدة وقفنا في المحاضرة الماضية عند النوع الثاني من أنواع العقوبة ألا وهو القصاص تعريف القصاص في الصلاح هو عقوبة مشروعة تقوم على معاقبة الجاني بمثل ما فعل حقا لله وحقا لعباده سواء أدت هذه الجناية إلى الموت أو إلى الجرح وقطع الأعضاء إذن القصاص عقوبة مشروعة فيها مماثلة تقوم على معاقبة الجاني بمثل ما فعل فإذا قتل يقتل إذا قلع عينا نقلع عينه إذا كسر سنا نكسر سنا وهكذا ولذلك الله تعالى قال في القرآن الكريم على الدليل على مشروعية القصاص في قوله تعالى ولكم في القصاص حيات يا أولي الألباب لعلكم تتقون وهذه الآية كما قال المفسرون هي من أبلغ آيات القرآن الكريم أبلغ آيات القرآن الكريم أي إذا علم من ينوي القتل ولم يقتل بعد وإنما ينوي أنه إن قتل سيقتل فإنه سينزجر ويرتدع ويبتعد عن القتل فبذلك يحفظ حياته ويحفظ حياة الذي كان يريد قتله هذا معنى ولكم في القصاص حياة يا أولي الألباب لعلكم تتقون شروط وجوب القصاص هناك شروط خمسة واحد أن يكون الجاني بالغا عاقلا متعمدا قاصدا الجنائي هذا معروف اثنين أن يكون الجاني معتديا أقدم على فعل غير مشروع يعني إن لم يكن معتديا فلا قصاص في ذلك كيف؟ يعني إذا كان يدافع عن نفسه أو عن عرض أو عن ماله وقتل المعتدي فلا قصاص عليه لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال من قتل دون ماله فهو شهيد ومن قتل دون نفسه فهو شهيد ومن قتل دون عرضه فهو شهيد وفي رواية ومن قتل دون أرضه فهو شهيد دون يعني من أجل الحفاظ على ذلك ثلاثة أن يكون الجاني مختارا غير مكره إكراها مجبرا على القتل أربع أن يكون المجني عليه معصوم الدم يعني لا يحل التعرض له بالقتل أو الإيذاء ففي هذه الحالة يجب القصاص طب إن لم يكن معصوم الدم وأنت قتلته قتلت واحد مثلا الزاني متزوج هو الأصل فيه أن يرجم حتى الموت قتلت واحد مرتد هل أن نقيم عليك القصاص لا حيما نقول عنه معصوم الدم هؤلاء ثلاثة ليسوا بمعصومي الدم هكما وضح النبي صلى الله عليه وسلم لا يحل دم مرئم مسلم إلا بإحدى ثلاث اللي هي أيش النفس بالنفس القاتل يقتل والثيب الزاني والتارك لدينه المفارق للجماعة خمسة أن يقتكون الجناية مما يمكن فيه المماثلة يعني مثل قلع العين أو قطع الأذن أما أشياء لا يوجد فيها المماثلة كما يقول العلماء ففيها تعويض مالي يسمى في الفقه الإسلامي بالأرش الأرش عبارة عن مبلغ من المال يحدده أهل الاختصاص تعويضا على ما أضر به المدني عليه هذه خمسة شروط لإقامة لوجوب القصاص هنا في نقطة ما الفرق بين القصاص والحد في عندي أربعة فروق الفرق الأول الحدود حقوق الله والقصاص حقوق العباد لكن في كتب أخرى توضح أكثر تقول أن الحدود حقوق لله وحقوق للعباد لكن حقوق الله أغلب والقصاص حقوق لله وحقوق للعباد ولكن حقوق العباد أغلب وهذا بيكون مبتضح أكثر اتنين لا تجوز الشفاعة في الحدود في الشوء وأسطى ما تدخلش وسطاء لكن تجوز في القصاص حينما يقتل إنسان نرسل أهل الصلاح فورا حتى يعني يشفعوا في ذلك لا يصح العفو في الحدود إذا وصلت الشكوى إلى الحاكم لا توجد أو لا يوجد عفو تقول الله أنا عفيت عنه فيش بدك تعفو عنه قبل أن تكتب الشكوى إلى الحاكم أما إذا وصلت إلى الحاكم فلا عفو في الحدود ويصح العفو في القصاص في القتل يعفو ويصفح الحد لا يورث إذا مات الزان أو السارق فلا دعوة ولا قضاء لا نعاقب وليه أبدا أما بالنسبة للقصاص فإنه يورث يورث الحق المالي وليس القتل يورث الحق المالي بالمطالبة في هذه الفروق بين القصاص والحدود ما هي أنواع الجرائم التي فيها وعليها القصاص اللي بنسميها الجنايات هي كل ما يتعلق على حق العباد إما بالاعتداء على النفس بالقتل أو الاعتداء على ما دون النفس بالجروح كالجروح وقطع الأطراف وتسمى هذه الجرائم بالجنايات ومن أعظمها القتل أخطر شيء في القصاص الإيش القتل ولذلك الله تبارك وتعالى ماذا قال ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا عظيما وعد له عذابا عظيما ما هي ما هي أنواع القتل ما هي أنواع القتل العلماء ذكروا لنا بأن القتل على ثلاثة أنواع قتل العمد وقتل شبه العمد وقتل الخطأ نتعرف على كله على حذر قتل العمد وهو أخطر شيء في هذه الأنواع الثلاثة إيش تعرفوا وهو أن يقصد الجاني ضرب إنسان أو إيذاءه بشيء يقتل غالبا يعني يمسك كلاش ورشه وبالعب معه وبتخل يقتل فيش في يلعب أو يضربه بسيف على رقبته أو يضع له صم في الطعام أو في الشراب أو يلقي به من طابق التلاتين كل هذه أدلة تدل على أنه يريد قتل يريد قتل الإنسان هذا يسمى في الفقه الإسلامي بالقتل العمد قتل العمد إذن في نية يقصد الجاني قتله كما يقول علماء عصبك الإصرار والترصد كما يقولون حتى في النظام الوضعي في القانون الوضع طب حكم القتل العمد وجوب القصاص وهو القود أي قتل القاتل جزاء على ارتكابه القتل العمد أو يأخذ أولياء المقتول أدية أو يعفون وأدرهم على الله تبارك وتعالى وينفذ القتل بالجانب أي وسيلة كانت شريطة الإحسان في القتل كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم إذا ذبحتم فأحسن الزبحة وإذا قتلتم فأحسن القتلة هذا بالنسبة للنوع الأول وهو قتل العمد وهي حكم القوى النوع الثاني القتل شبه العمد ما الفرق بين قتل العمد وشبه العمد قتل العمد عرفناه هو أنه فيه هناك نية مسبقة للقتل لكن في قتل شبه العمد لا يوجد لا توجد نية للقتل وإنما توجد نية للضرب يعني أن يقصد الجاني الضرب للقتل أنت تريد أن تؤدب إنسانا تضربه بعصاء تضربه كف وفائذا به يموت فهذا يسمي العلماء شبه العمد لأنه أراد الضربة للقتل أراد الضربة للقتل طيب ما حكم قتل شبه العمد فيه كفارة وفيه ديام غلظة كفارة وديام غلظة كفارة حق الله تبارك وتعالى ليش الدليل على ذلك قال تعالى ومن قتل مؤمنا خطأا فتحرير رقبة مؤمنة ودية مسلمة إلى آله إلا أن يصدقوا إذن كفارة تحرير رقبة مؤمنة اليوم لا يوجد رقاب ننتقل إلى الأمر الثاني وهو الصيام صيام شهرين متتابعين شهرين هجريين وليس ميلاديين هلالين متتابعين كما قال الله تعالى فمن لم يجد فصيام شهرين متتابعين توبة من الله وكان الله عليما حكيما هذا بالنسبة للكفارة أما الدية فيحق للعباد وهي الدية مغلظة يوجد في الفقه الإسلامي الدية مغلظة والدية مخففة ما الفرق بينهما الدية المغلظة مئة ناقة أربعون منها حوامل يعني يجب أن يكون أربعين من المئة حوامل أما الدية المخففة فهي مئة ناقة بدون حمل مئة ناقة بدون حمل واليوم لا يوجد يعني نوق في بلادنا ففي مبلغ من المال قدره العلماء ما معروف في الدية المغلظة والدية المخففة عند المفتير والدية المغلظة توزع على عائلة القاتل يعني أقاربه على أقاربه هذا بالنسبة لها القتل القاتل شبه العمد القتل شبه العمد أما النوع الثالث هو القتل الخطأ إذا في عندي قتل عمد قتل شبه عمد وقتل الخطأ القتل الخطأ لا ما تعريفه يعني القاتل قتل عن طريق خطأ لا يريد قتلا ولا ضربا لا قتل لا يقصد ذلك القتل ولا الضرب حتى كأن يقصد الجاني صيد طائر فإذا به يصيب إنسانا فيقتل هذا مثال مثال آخر حوادث السير الموجودة اليوم حوادث السير تندرج تحت القتل الخطأ إلا في حالة واحدة إذا كان السائق ينوي القتل فإنه يصبح عمدا أما ما يحدث اليوم من الحوادث حوادث السير في حالة القتل ويؤدي إلى القتل فهذا كله يندرج تحت قتل الخطأ لأن السائق لا يريد لا يريد يقتل ولا يريد يضرب على الإطلاق طبعا ما الحكم قتل الخطأ فيه كفارة وفيه دياء كفارة كما مر معنا عطق رقب مؤمنة لا توجد اليوم فصيام شهرين متتابعين كفارة قتل شبه العمد والدية هنا دية مخففة كما قلت مئة ناقة بدون شردون أن تكون فيها أربعون حوامل هكذا بالنسبة ل قتل الخطأ هذا هو النوع الثاني من أنواع العقوبة إذن النوع الأول من أنواع العقوبة كما عرفنا في المحاضرة الماضية الحدود والنوع الثاني هو القصاص النوع الثالث ألا وهو التعزير التعزير ما تعريف التعزير التعزير هو تأديب على معاص لم تشرع فيها عقوبات مقدرة كالحدود والقصاص حرفنا أن الحدود عقوبة مقدرة لا يوجد فيها لا زيادة ولا نقصة القصاص مقدرة القاتل يقتل فقع عينه نفقع عينه قطع يده نقطع يده في مماثلة لا زيادة ولا نقصة لكن بالنسبة للتعزير يترك أمر تقدير عقوبة التعزير إلى الحاكم المسلم أو من يقوم مقامه من القضاء يعني العقوبة التعزيرية الذي يحددها ويقدرها هو الحاكم المسلم أو القاضي والعقوبة التعزيرية ذات أهمية كبيرة في الشريعة الإسلامية لأنها تحتاج إلى اجتهاد القاضي أو الحاكم وساعة أفقه واستنارة فكري في اختيار العقوبة المناسبة للجريمة التي تستحقها يعني أنا مثلا وأحد غني مع مليارات الدولارات وارتكب يعني جريمة تحتاج إلى عقوبة تعزيرية لا أعاقبه بدفع ألف دينا لا أدفع مئة ألف دينا لا أعاقبه بعقوبة تؤذيه تؤدبه كأن يسجن يسجن شهرين ثلاثة بيعرف أن الله يتألم بذلك وهكذا تحتاج إلى اجتهاد وإلى بعد نظر بالنسبة للعقوبة التعزيرية بالنسبة للعقوبة التعزيرية طيب ما هي أنواع الجرائم التي تستحق العقوبات التعزيرية هذا كلام مهم جدا ما هي الجرائم التي تستحق العقوبات التعزيرية عندنا نوعان من الجرائم النوع الأول الجرائم فيها اعتداء مباشر على حقوق الله تبارك وتعالى مثل انتهاك حرمات الدين كمن يفطر في رمضان أو من يشيع الفاحشة بين الناس هذا النوع أو الجرائم في اعتداء مباشر على الله على حقوق الله تبارك وتعالى مثل انتهاك حرمات الدين كمن يفطر في نهار رمضان بغير عذر أو يشيع الفاحشة بين الناس النوع الثاني من الجرائم التي تستحق العقوبات التعزيرية جرائم في اعتداء مباشر على حقوق الناس الخاصة والعامة مثل الشتم والتحقير والاحتيال والغشي والربا والرشوة أو الرشوة كلاهما صحيح وغصب الأموال وشهادة الزور والاحتكار والأفعال المخلة بالأداب العامة هذه النوعات المهمة للجرائم فيها العقوبات التعزيرية جرائم فيه اعتداء مباشر على حقوق الله وجرائم فيه اعتداء مباشر على حقوق الناس الخاصة والعامة ما الفرق بين الحدود والتعزير عرفنا قبل قليل في القصاص ما الفرق بين القصاص والحد أو الحدود هنا سؤال آخر ما الفرق بين الحد والتعزير أو بين الحدود والتعزير عندنا ثلاثة فروق واحد الحد عقوبة مقدرة كما قلت قبل قليل لا يكون فيها لا زيادة ولا نصا اما التعزير فيفوض امره الى تقدير يعني العقوبة الى الحاكم المسلم او الى القاضي هذا اولا اثنين الحدود تدرأ بالشبهات اي شبهة في حد من الحدود يلغى الحد لكن لا نقول للجان روح بل يعاقب هو التعزير يجب معها اذا فيه شبهات يعني يجب مثال واحد سرق من ابيه او من مال الشركة لا نقطع يده لانه له حق في هذا المال لكن ما بنطبطب على ظهره بنعطيه باقة من الظهور بنروح لا يعاقب عقوبة تعزيرية والتعزير يجب معها عشان نتأدب ياش العقوبات سنعرف بعد تلاتة الحد يدرأ عن الصبي يعني اذا ارتكب الصبي الذي لم يبلغ بعد اذا ارتكب اي حد من الحدود الستة السابقة التي تحدثنا عنها فاننا لا نقيم الحدود على الصبي لانه غير مكلف لكن ايضا لا نطبطب على ظهره ونعطيه وردة ونقول له اذهب الى بيتك لا بل يعاقب الصبي عقوبة تعزيرية يعاقب عقوبة تعزيرية وتعزير شرع له تعزير اهم حيش شرع للصبي الذي لم يبلغ ثلاثة فروق ما بين الحدود والتعزير كمان مرة بعيد الحد عقوبته مقدرة لا يوجد فيها زيادة ولا نقصان التعزير مفوض امره الى تقدير القاضي او الحاكم المسلم الحد يدرع بالشبهات معنى يدرع ان لا نقيم الحدود يرفع يمنع اذا فيه شبه من الشبهات التعزير يجب معها يعني مع الشبهات الحد يدرع على الصبي على تقام الحدود على الصبي والتعزير شرع له يعني انما يعاقب الصبي عقوبة تعزيرية اخر نقطة في هذا الموضوع الا وهو ما هي انواع العقوبات التعزيرية ايش العقوبات اللي تعاقب تعزيرا نقول عنها عقوبة تعزيرية عقوبات كثيرة نذكر منها واحد القتل يعني تصل العقوبة تعزيرية الى القتل وان كان هذه المسألة فيها خلاف كبير عند الفقهاء ليس مجمعا عليها انه العقوبة التعزيرية فيها قتل عن كل الفقهاء وانما عند الامام ابي حنيفة قال ابو حنيفة رحمه الله يقتل الجسوس تعزيرا ها يجيز الامام ابو حنيفة قتل الجسوس يسته تعزيرا وكذلك يقتل الداعي الى بدعة تعزيرا المسألة هذه فيها خلاف العقوبة الثانية الجلد العقوبة الثانية الجلد وهي العقوبة المفضلة في التعزير يعني افضل حاجة في العقوبة التعزيرية الجلد تكون جلد وجلدتين وثلاث وخاصة حينما تكون امام الناس وهذا فيها ايهانة كبيرة خاصة لواحد يكون يعني له مكان في المجتمع ثلاثة من العقوبات التعزيرية الحبس يعني نسجنه نحبسه ويترك تقدير مدة السجن الى ولي الامر ما يراه مناسبا شهر شهرين سنة اقل الى اخره هو الذي يحدد هذه المدة كحبس المسلم الذي يبيع الخمر او يأكل الربا او يعتاد السرقة اذا لم يرتدع بالحد اربع النفي النفي يعني التغريب يعني انه نبعد عن بلد عن وطنه الذي كان يسكن فيه واتفق الا اما على هذه العقوبة الا انهم اختلفوا في مدتها كم تكون هذه المدة يرى الامام الشافع ان مدة النفي هي سنة هي سنة وفيها تفاصيل ذلك النبي عليه صلى الله عليه وآله يعني عاقب المخنثين بالاخراج من المدينة المنورة وكما امير المؤمنين عمر رضي الله عنه وارضاه عاقب رجلا جاء بالبدعة ونفاه الى البصرة خمسة من العقوبات التعزيرية الهجر او الهجران يعني منع الحديث مع المجر مدة معينة مثلما عاقب رسول الله صلى الله عليه وسلم الثلاثة الذين تخلفوا عن غزوة تبوك من المؤمنين دون عذر وهذه فيها قصة طويلة وذكراهم الله تعالى في سورة التوبة وهم ثلاثة كعب بن مالك ومرارة بن الربيع وهلال بن أمية من أراد المزيد حول هذا الموضوع فليرجع إلى تفسير سورة التوبة براءة ستة أيضا من العقوبات التعزيرية التوبيخ ومن أمثلة هذه العقوبة ما فعله النبي صلى الله عليه وسلم حينما وبخ أبا ذر لأن أبا ذر رضي الله عنه وأرضاه ماذا قال لبلال قال له يا ابن السوداء لما انغضب منه في يوم الأيام قال له يا ابن السوداء يعني عيره بلون أمه فوصل الخبر إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لأبي ذر يا أبا ذر عيرته بأمه يعني بلون أمه إنك مرء فيك جاهلية يعني هذا الكلام لا يقوله مسلم لما يقوله أهل الجاهلية هذا 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 اسم سبع التهديد للقاضي أو الحاكم الحق في تهديد بعض الناس يعني هو لم يعاقب إنما يهددهم إذا فعلوا كذا سيعاقبون بكذا مثل ما يهدد الوالد ولده حينما يفعل شيء إذا بتفعل كذا سأضربك سأمنعك من الخروج إلى آخره هو لم يفعل لكن إذا فعل هذا ما يسميه يعني عقوبة تربوية عقوبة تربوية تمانية وسائل أخرى مثل العزل من الوظيفة والحرمان من الحقوق أو بإذات أثر البناء في الأرض المقتصبة واحد يجي يسولي على دلم من أرضك أنت مالك الدلم هذا يجي واحد معتدي بقوته وجبروت فبنى بيتا في أرضك فهذا البيت يهدم لأنه بني في أرض مقتصبة هي الأرض ليست ملكا له هذا يسميها عقوبة تعزرية ومن أمثلة ذلك ما فعله الرسول صلى الله عليه وسلم حينما أمر بعض أصحاب بهدم مسجد درار مسجد درار ذكره الله تعالى في سورة التوبة أيضا حينما بداه المنافقون من أجل المكر والكيد بالمسلمين فأمر النبي صلى الله عليه وسلم بعض أصحاب هدمه فهدموه وما فعله عمر بن الخطاب حينما أمر بتحريق المكان الذي يباع فيه الخمر كل هذه عقوبة تعزرية وأيضا إطلاف الأطعم الفاسدة أو المغشوشة مثل إراقة اللبن المخلوط بالماء كما يكون التعزير بالغرامة المالية آم وهكذا كل هذه أنواع العقوبات التعزيرية بذلك نكون قد أنهينا المبحث الثامن المبحث الثامن وهو من المباحث الهامة جدا الذي هو بعنوان نظام العقوبات في الشريعة الإسلامية الآن إن شاء الله تعالى بقي عندنا مبحثان وهو المبحث الحادي عشر الحكم في الإسلام ومبحث الثاني عشر وهو الجهاد في سبيل الله تبارك وتعالى طب أين المبحث التاسع والعاشر المبحث التاسع وهو البيوع وأنواعها والمبحث العاشر وهو الشورى في الإسلام محذوفان ملغيان غير مقررين على الجميع أن يفهم ذلك المبحث التاسع غير مطلوب محذوف غير مقرر والمبحث العاشر محذوف غير مقرر عندنا إذن المبحث الثمانية الأولى متصلة المبحث التاسع محذوف وملغي وغير مقرر والمبحث العاشر محذوف وملغي وغير مقرر للباكالوريوس والدبلوم للباكالوريوس والدبلوم نفهم ذلك جيدا إن شاء الله تعالى المحاضرة القادمة ستكون في المبحث الحادي عشر وهو الحكم في الإسلام بإذن الله تبارك وتعالى اشتركوا في القناة